مرحبا بكم على قناة عبدالنور مدريد طبع يومكم واسعد الله أوقاتكم اليوم موضوعنا إن شاء الله سوف نتناوله وإياكم على قناتنا هذه قناة عبدالنور مدريد في مجال الصات وبرامج الحاسوب اليوم سوف نعطيكم نبذى عن عقود ما قبل التشغيل والملف الذي يجب عليك تكوينه إذا كنت من الدفع الأولى المعنيين أي أكثر من ثمان سنوات عقود ما قبل التشغيل لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا سوف نتلو عليكم نص وزارة الداخلية ومن بعدها سوف نشرح لكم الموضوع تنفيذة لتعليمات السيد الوزير الأول المتعلقة بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملية الشهادات الخاضعين لأحكم المرسوم التنفيذي رقم 827 مؤرخ في 19 أبريل 2008 وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 827 مؤرخ في 30 أبريل سنة 2008 وشرفوني أن أطلب منكم مشروع فورا بالإيزاع إلى المؤسسات والإدارات التابعة للإدارة الجماعات الإقليمية من أجل دعوة الأعوان المستفيدين من هذين الجهازين المتواجدين في حالة خدمة عند تاريخ 30 أكتوب 2019 ويثبتون خبرات تفوق ثمان سنوات عند هذا التاريخ إلى تكون ملف إدارية تكون من وثائق تلية الأولى نسخة من الشهادة أو المؤهل أو الشهادة التي تثبت المستوى الدراسي التي لها صلاة بالتشغيل أي الشهادة ليس أحدا منكم لا يعرف ما هي الشهادة أو المؤهل الدراسي أي المستوى إذا كنت جامعي أو اختصاص أو لصانس أو آداب أو عربية أو شيء من هذا القبيل لكي يتم وضعك وإدماجك في مكانك المناسب الذين يحتاجونه باختصاصه والذي يكونه باختصاصه هذا النسخة الأولى النسخة الثانية نسخة من عقد الإدماج المهني الاجتماعي نسخة من العقد أي الكونترا أول مرة عندما ذهبت لمديرية التشغيل وأرسلت لهم محظر من مؤسسة الإدارية وأعطوك عقد أمضيت عليه به ثلاث سنوات قابل لتشديد وهذا العقد يجب أن يكون على ثلاث مرات إذا كنت من عقد ما قبل التشغيل من سنة 2011 يمكنك أن تكون ضمن هذه البئة 2011 حتى 2014 2014 حتى 2017 2017 حتى 2020 أي تسع سنوات و2019 يكون عندك ثم سنوات الوثيقة الثالثة من الملف وهي شهادة عمل تثبت مدة الخبرة المهنية في الجهازين فالتعمل معروفة أي القطاع الذي تشتغل فيه يعطوك شهادة عمل إذا اشتغلتها مثلا في قطاعين اشتغلت ست سنوات في قطاع ثم تحولتها إلى قطاع آخر لمدة ثلاث سنوات أخرى أي عقدين في قطاع وعقد في قطاع تذهب إلى القطاع الأول لتأتي بالعقد لمدة ست سنوات وتذهب إلى الإدارة التي موجود فيها الآن حاليا تعطيك حقب واحد وهو المتدبط ثلاث سنوات وأنت الآن إذا كنت من سنة 2011 أنت الآن عامل منها منها سنتين وبقي لك سنة وهي ثم سنوات مع السنوات التي كانت في الإدارة الأولى تجمعها مع عقد عقد الإدماج وشهادة تثبات المؤهل شهادة المؤهل أو شهادة تثبيت المستوى الدراسي شهادة إثبات المستوى الدراسي زائد عقد الإدماج زائد نسخة من عقد الإدماج المهني زائد شهادة عمل تثبيت الخبرة شهادة عمل هذه تجربها من مكان العمل الذي أنت الآن موجود فيه مع احتساب المدة العملية لخدمة فقط دون الفطارات التي انقطعت فيها علاقة العمل مؤقتا والشيء الرابع وهو شهادة الإنخلاط في الضمان الاجتماعي أي كناص تذهب إلى مديرية الضمان الاجتماعي تأخذ معك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة ميلاد يعطوك ورقة أفلياسيو ومدة دخولك في عقود ما قبل تشغيل من سنة 2011 مثلا حتى سنة 2019 31 أكتوبر وتضعها مع عقد الإدماج وشهادة العمل وشهادة إثبات المستوى في الملف وشهادة تثبيت عند الاقتصاء مدة العمل في إطار عقود الإدماج المهني لدى المؤسسات وإدارات عمومية أخرى غير الإدارة المستخدمة يتم تجميع الملفات الخاصة بهؤلاء الأعوال لدى إدارتهم المستخدمة التي يجب أن تحرص على استقبال الملفات الخاصة بكل المرشحين مع تسليم مصر السلام ثم تحذير قائمة إسمية للمعنيين بالأمر تضمن المعلومة الضرورية لكل مترشح مما لا يفوتني أن أعلمكم إلى ضرورة دعوة مدارة الإدارة المحلية لحضور الاجتماع الذي سينعقد يوم 5 ديسمبر الخاميس غدا إن شاء الله بمقر المدرسة الوطنية للإدارة مرفوقين بقائمة الأعوال المعنيين لمصالحكم يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمن النشر واسع لمضمون هذه البرقية على مستوى كل الإدارات التابعة لكم غدا إن ذا الله سوف يتم إنعقاد هذا الاجتماع لكن المشكلة من لم يجلب كل الوثائق الملفات ومازال ومازال لم يستكمل ملفه بعد هل يتم إقصاؤه أم وهو لديه أكثر من ثم سنوات ربما تأخر في ورقة واحدة كانت تنقصه بملفه يجب مراعاة وأخذ مثل هذه الظروف بعين الاثبار لأن يومان لا يكفيان على تكميلة كل الملف ما العلم يوجد بعض الشباب لديهم عقد ما قبل التشغيل عملوا بإدارة مختلفة كان إدارتان أو ثلاث إدارات إذا كان لديه كل في كل إدارة عقد كل في إدارة قضى ثلاث سنوات أو في هذه الثلاث سنوات قضىها بين إدارتين يذهب ليحرر ملفه من الإدارة الأولى والإدارة الثانية ويذهب إلى الكناص كما تعلمون يجب أن ترعى مثل هذه الأشياء ودخوض بعين احتبار لكي لا يظلم أحد ويستفيد الجميع ويدمج الجميع الذين الذين هم ثمن سنوات ثم وفوق من الدفعة الأولى وهذا هو الملف الإخواني ليس به أي مشكل وليس كثير عقد إدماج ومحضر تنصيب عقد إدماج هي الكنترا ومحضر تنصيب يمنح لك في الإدارة التي تعمل بها وشهادة المؤهل أو شهادة إثبات المستوى أي مستوىك الدراسي ماذا لديك شهادة الليصانس شهادة عمل في الإدارة التي أنت موجودها الآن وكنارس من الضمان الاجتماعي تجلبها وتجد فيها المدة التي قضيتها في عقد ما قبل التشغيل من حيث دخولك لأول مرة حتى وعد 30 أكتوبر 2019 والآن في هذا الأخير انتهى شرحي لكم وانتهى موضوعي معكم واتركوا لك تعليقاتكم وسوف نجيب عليكم إن شاء الله كان معكم عبد النور مادريد ولا تنسوا الاشتراك في القناة